مكتب الاتخابات مكتب الاتخابات مستمر بعملية التحديث البيومتري والتي ممتد خلال الفترة من 1-2-1 ولغاية 1-4 حيث يتم تحديث بيانات الناخبين من الإضافة إلى المواليد الجدد علما أن فرقنا الجوالة مستمرة طيلة أيام الأسبوع ومن ضمنها أيام الجمعة والسبت والعطل فرقنا الجوالة بالتنسيق مع منتسبي الشرطة والأمن الوطني والاستخبارات تستهدف كافة ناخبين سواء أن كانوا في محل سكناهم أو إلى دوائر الدولة وضعنا خطة في الآونة الأخيرة لاستهداف المواليد الجدد 2001 و2002 و2003 عبر التنسيق مع منتسبي الأمن الوطني والاستخبارات حيث تقوم هذه الفرق الجوالة بالتنسيق مع منتسبي القوات الأمنية والمختارين ووكلاء التموين لاستهداف المواليد الجدد في مناطق سكناهم وبالإضافة هناك فرق جوالة اتجهت إلى الإعداديات والجامعات لاستهداف المواليد الجدد وفي الفترة الأخيرة قام مكتب انتخابات نينوة بإكمال تحديث مخيم الجد على الواقع جنوب القيارة حيث تم إكمال تحديث بيانات المتواجدين هناك وتم إنجاز العمل والرفع التقرير النهائي إلى المكتب الوطني أما بما يخص التحديث بصورة عامة لمكتب انتخابات نينوة وصلت نسبة التحديث بما يقارب 45% أما نسبة توزيع البطاقة من ضمن البطاقات المطبوعة التي وصلت إلى مكتب انتخابات نينوة فقد بلغت بما يقارب أكثر من 76% ما هي أسباب تأخر البطاقة؟ بالنسبة للوجبة الأخيرة التي وصلت إلى المكتب الوطني في بغداد قبل أكثر من شهر هناك تدقيق للبطاقات بصورة مفصلة قبل أن توزع إلى المحافظات حيث سيتم تدقيقها من قبل لجان في المكتب الوطني وبعد إكمالها سيتم استلامها من قبل مكتب انتخابات نينوة ليتم توزيعه إلى مراكز التسجيل حيث بإمكان الناخب استلامها هذه البطاق تشمل الفترة من ما يقارب تقريبا من 2019 شهر الخامس لغاية 2020 شهر الثالثة إليكم أحصائية عن البطاقات لن تنطبع لنينوة؟ البطاقات المطبوعة التي ستريدونها بما يقارب إلى أكثر من ثلاثمائة ألف بطاقة ستريدون إن شاء الله رسالة أخيرة توجيها لك والله أحث أهل الناخبين في محافظة نينوة وخاصة المواليد الجدد بالتوجه إلى مراكز التسجيل المنتشرة داخل وخارج المدينة لأن المواليد الجدد شريحة مهمة من أجل إضافتهم في سجل الناخبين الابتدائي ليضمنوا حق التصويت يوم الاقتراح